السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقاء ديالي معكم جيت نتدبر معكم واحد صورة من صور كتاب الله العزيز الكريم وهي صورة الجتية فلما لا نتدبر أيتها بأقولنا التي أعطانا الله سبحانه وتعالى لكي نعرف من هو وبرسالته المنزلة على محمد عليه الصلاة والسلام وبآياته البينات ممكن أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى هو خالقنا والصورة الجتية فيها أشياء مهمة لما لا نتدبرها مع بعض بعقولنا وليس بعقول أناس غيرنا فيقول لنا الله سبحانه وتعالى إذا قرأ القرآن فاستعيد بالله إذا قرأ القرآن فلنستعيد بالله استعيد بالله العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحاكم فهذا الكتاب الذي هو الآيات البينات المنزلة على الحبيب المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو قال فيه رسول الله سبحانه وتعالى أن محمد رسول الله فهذه الآيات تدل على أن هذا الكتاب المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام هو من الله العزيز الحكيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين في هذه الآية يقول لنا الله سبحانه وتعالى أن في السماوات التي فوقنا والأرض لآيات للمؤمنين فالمؤمنين بكتاب الله والمؤمنين بأن الله واحد أحد فرض صمد وأن الرسول هو الذي جاءنا بالقرآن يقول لهم الله سبحانه وتعالى عن طريق رسوله الكريم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين يعني أننا نحن ذو العقول نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو ربنا من خلال أننا ننظر إلى السماء كيف رفعها وإلى الأرض كيف مدها فهذا دليل على أن هذا الله سبحانه وتعالى المبدع وهو المنزل لهذا الكتاب وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يقنون فكذلك في هذه الآية يقول لنا الله سبحانه وتعالى وفي خلقنا وما يبث من دابة أي دابة فوق الأرض آيات لقوم يقنون أي يعقلون فلا يوجد شخص يقرأ كتاب الله ويتمعن فيه ويتعمعن في آياته إلا ويزداد إيمانه فهنا يقول لنا الله سبحانه وتعالى أن في خلقنا وما يبث من دابة فوق الأرض آيات لقوم يعقلون فهنا يتكلم الله سبحانه وتعالى عن القوم المؤمنين واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصري في الرياح آيات لقوم يعقلون نعود الآية أستعيد بالله العظيم من الشيطان الرجيم واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار أي ذهاب الليل ومجيء النهار وذهاب النهار ومجيء الليل يعني أطراف النهار وما أنزل أستعيد بالله العظيم من الشيطان الرجيم وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها يعني أن ما ننظر إليه من المطر الذي ينزل من السماء ليحيي الله به الأرض فتخرج منه الخيرات هنا يقول لنا الله سبحانه وتعالى وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصري في الرياح يعني أننا ننظر إلى الرياح عندما تأتي ونحس بها فهذه آيات لقوم يعقلون فالعاقل هو الذي ينظر ويؤمن بآية الله لأنها حق ولا تتغير وشعارنا من أجل أن نكون مؤمنين بالله وهذا الكتاب الذي لم يتغير منذ أن نزل على محمد عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا أينما حللنا وأينما ذهبنا فهو كتاب واحد لا يأخذه تحريف ولا شيء يقيس هذه الآيات التي أينما ذهبنا نجدها نفس الآيات فهذا دليل على حفظ الله لهذا الكتاب العظيم كما جاءنا في آية من آيات الله أنه محفوظ من رب العالمين كذلك تلك آيات تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق يقول لنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق أي هذه الآيات هي آيات بينات تتلى على علينا بالحق والحق هو يعني لا يأخذه الباطل إذا ظهر الحق زهق الباطل فتلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون يعني أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يبين لنا أن لا نؤمن إلا بالله وبآياته وما محمد إلا رسول الله قد أتان بالبينات ومات منذ زمن بعيد لكنه حي معنا في كتاب الله عندما نصله بحمل كتاب الله وقراءته وتدبره فهذه الآية دليل على أن هذا الكتاب العظيم يبين لنا في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يقول لنا أن هذا الكتاب هو كتاب حق ولا يجب أن نتبع إلا الله وهو ما أتان في الكتاب وآياته إلا الله وآياته يعني أن نتبع الله بعقولنا وبتدبرنا للقرآن ونتدبر هذه الآيات فعندما نؤمن بالله وآياته ونبتعد ترجمة نانسي قنقر